موسيقى حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام مرحبا بكم في الموجز الاقتصادياتكم من قناة الرافدين حذرت شبكة الاقتصاديين العراقيين من نفاذ الاحتياطي النقدي العراقي بسبب العجوزات الفعلية في الموازنة العامة وميزان المدفوعات العراقي بالتزامن مع حالة الانكماش التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتوقع المنسق العام للشبكة وقع حدوث عجز مالي ونضوب الاحتياطي من العملة الأجنبية والذهب في العراق بسبب انكماش الاقتصاد الدولي العام وانخفاض أسعار النفط وتراجع عائدات التصدير مع استمرار الانفاق الحكومي المخطط في موازنة 2023 والسنوات اللاحقة شكى تجار حديد من الركود الكبير الذي تشهده الأسواق في العراق وتوقف حركة البيع التام بأيام عديدة بسبب عجز الحكومة عن استيطرة على أسعار صرف الدولار وأضاف التجار أن ارتفاع الدولار وقد انعكس على الأسعار المحلية وعمريات البيع ما سبب حالة من الركود المتزايد مع قلة البناء وندرة المشاريع الاستثمارية التي توقفت منذ سنوات بسبب الخلافات السياسية وعلى أمل أن تتم المباشرة بها بعد إقرار قانون الموازنة أعرب مواطنون وأصحاب محل صيرفة في البصرة عن ضجرهم بسبب عدم استقرار سعر الصرف ما يفقم أزمات البلاد ويزيد من أسعار أو من ارتفاع الأسعار وأضاف المواطنون أن العراق يعاني من الكساد بسبب تخلخ لسعر الصرف ما أدى إلى ضعف عملية البيع والشراء وأثر بطريقة مباشرة على القوت اليومية لكثير من المواطنين الذين يعملون بالتجارة وشيرين إلى أن سعر صرف الدولار يتغير من مكان إلى آخر حيث يختلف في كل من البورصة المحلية والبنك المركزي ومحال الصيرفة وسط غياب للحكومة عن ضبط السوق أظهرت بيانات القمارك الصينية تراجعاً في نسبة استحواذ النفط العراقي على مجمل استيرادات الصين من النفط الخام لشهر أيار من العام الحالي ويعود ذلك إلى ارتفاع حصة ماليزيا واستحواذها على المركز الثالث بعد روسيا والسعودية كأكثر دولة مصدرة للنفط إلى الصين بحسب مؤسسة عراقي المستقبل المعنية بالشؤون الاقتصادية والتي رجحت سبب صعود ماليزيا بإيجاد آلية لشرعنة بيع النفط الإيراني حيث تقوم إيران باستخدام ماليزيا لشرعنة بيع نفطها إلى مختلف دول العالم الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات تصدير العراق قالت هيئة السياحة في أربيل إنما يقرب من ستمائة ألف سائح قصد مدن المحافظة خلال خمسة أشهر وأضاف مدير هيئة سياحة أربيل أن أعداد السياح مرجحة لزيادة في ظل الإقبال الكبير المتزامن مع الأعياد والمناسبات المرافقة لها ودعا إلى تقديم التسهيلات للسياح لتطوير هذا القطاع الحيوي في كردستان العراق ودعا هذه الانتقال سريع مشاهدين الكرام إلى أسعار صرف العمولات الأجنبية وأسعار المعادن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله